مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمامي به الأرواح تصفو كالغمامي مع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلومات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مما جارس القرآن نتدارس آية ذكر الحكيم وقد وصلنا بحول الله عز وجل وفضله إلى المجلس الخامس من مجالس مدارسة سورة الزخف نصيبنا اليوم من الآية السادسة والأربعين إلى ختام الآية الستين ونتشرف دوما ونسعد باستضافة الشيخين الفاضلين الشيخ مالك أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا الشيخنا الشيخ يحيى نعم ورحب بك وبالشيخ يحيى ومشاهدنا كلا ونرحب أيضا بشيخينا الشيخ يحيى أهلا ومرحبا بكم حياك الله الشيخ يحيى وحيا الله الشيخ مالك وحيا الله السادة المشاهدين والسيدات بوركتما وكما جرت العادة نستمع لتلاوة عطرة لهذه الآيات البينات ونذكر بأن نصيبنا اليوم في المدارسة من الآية السادسة والأربعين إلى ختام الآية الستين فمع هذه التلاوة المباركة بسم الله الرحمن النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال خالقنا لمن الشاهدين ننتقل إلى المقطع الأول قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أستاذ مالك هذه قصة قصة موسى عليه السلام أكثر القصص تكرارا في القرآن الكريم نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم الشيخ عماد أرحب بكم من جديد ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق كما تفضلتم موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذلك في القرآن الكريم وبعض من تعرض لقصته بالشرح والبيان لم يذكر هذه على اعتبار أنها مختصرة قياسا مع ما ذكره في سور أخرى نحوذ مثلا سورة الأعراف ست صفحات سورة طهر مثلها تقريبا سورة القصص عدد كبير من الصفحات يعني متكاثرة في السور ومتنوعة في العرض وتعرضت لمراحل متعددة انظر مثلا إلى ثلاث سور متتابعات كلها تتكلم عن موسى عليه السلام سورة القصص سورة النم وسورة الشعراء وبعضها تتكلم عن مرحلة لا تتكلم عنها أخرى سورة القصص تكلمت عن طفولة موسى عليه السلام ثم تكلمت عن نبواته مختصرة فلما بلغ أشده استثوا تأتي سورة شعراء لتتكلم عن النبوة فقط وتطوي صفحا عن مرحلة الولادة بل تذكرها مختصرة في آية واحدة ألم نربك فينا وليدا فقد غطت الآيات مرحلة كل هذا النبي الكريم العظيم الذي يمكن أن يقال إنه كان أكثر الأنبياء الذين اقتدى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وآتي الآية بمناسبة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع في موقف وأرد أن يتصبر يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر مني فصبر والآية هنا تمثيل وتجسيد لما ورد في صدر الصورة من قوله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يتيه من نبي إلا كانوا يستسعون الصورة فيها فكرة وهي أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وأن الرد كان دائما يكون بالاستهزام فكم السؤسي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لم يكن عظيما سنرى هنا كيف يكون ذلك الاستهزاء من هؤلاء الأقوام من فرعون ومن معه إذن مثال الله بثلاث سورة فيها أربعة من أولي العزم مع دانوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تمثيله بإبراهيم عليه السلام وأكبر ديانات اليهودية والنصرانية تكلمنا في كلام عن موسى هنا وسنتكلم كلاما مختصرا أو تقديمة لعيسى عليه السلام دائما نقول إن قصة موسى مع فرعون فيها شبه كبير بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه قريش هنا أمثلة متعددة قلنا المثال الأبرز الأكبر هو مثال السخرية وهنا سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا هذا وموسى عليه السلام ستأتي الأياء إذا هم منها يضحكون وما الضحك إلا إلا سخرية وقول فرعان سيأتي أم آل خير هذا الذي هو مهين وقوله مهين من تمام السخرية الملأ بعث الله سبحانه وتعالى موسى إلى الملأين بني إسرائيل وهم الأعيان وكذلك وهم الذين واجهوه وكذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأعيان من قريش وهم الذين نصبه العداء كأبي جاهل ومن معه نفس الفكرة نفس الدعوة فكرة أن هذا سحر قالوا هذا سحر وإن به كافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك مع تفريقة بين الأمرين أن قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كانوا أكثر أدبا من فرعون وقومه لأنهم تكلموا مع موسى بطريقة لا أدب فيها ولذلك أغرى الله قريشا في آخر قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك يعني كونه من قومهم عملوه بشيء من الاحترام إذا صحة العبارة لكن عيروه بالفقر بأنه غير ملائم للنبوة بزعمهم إذن قالوا سبحانه وتعالى بصيغة التأكيد قد قبل الماضي والموطئة للقسم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين هذه الآية والآية الآتية إنه إلا عبد الأنعمن عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أنا أحسب أن فوق ما فيها من تستيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نوع من التفضيل غير ظاهر أنك إذا قرأت ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وملائه ثم تجدوا إنه إلا عبد الأنعمن عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ورسول الله مبعوث إلى الناس كافة فلا شك أن في هذا أفضل بماذا أرسل الله موسى بآياتنا الآية هي العلامة الظاهرة العظيمة هل هي آية واحدة؟ آيات متكاثرة من آيات من؟ آيات الله سبحانه وتعالى وقد أرسلنا موسى بآياتنا لمن؟ إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين أنا هذا ليس من عندي بعث نبيه الله سبحانه وتعالى وآياته متكاثرة ومتواترة سيأتي ذكرون لبعضها في تسع آيات ذكر الله في مواطن متعددة بعد كل هذا المقام بعد كل هذا يفترض إذا جاءك رجل أو خبر بهذه المثابة على الأقل أن تتحقق يعني إذا أنت لا يفترض أن تصدق لكن إذا لم تصدق فعلى الأقل أن تتحقق لكن هؤلاء بإذا الفجائية قال فلما جاءهم ولاحظ كلمة بآياتنا تكررت كان يمكن هذا إظهارا في مقام الإذمار ليدل على عظم ما فعلوا فلما جاءوا بآياتنا إذا هم منها يضحكون يعني قابلوا هذه الآيات بالضحك الدالة على السخرية وعدم الاكتراث ولم تكن آياتاً واحدة وإنما آيات وكانت آيات عظيمة كما سيتبينها في الآيات الآتيات إن شاء الله شكراً شيخ مالك الشيخ يحيى نظير ما صنع قوم موسى بموسى عليه السلام قد ذكر في مواطن كثيرة كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله يعني هذه كما قال ربنا عز وجل يعني أتواصع به فكل نبي إلا وقبل بالاستهزاء ما زال ما شفناش نبي يعني لم يقابل بالاستهزاء كل نبي إلا تعرض للسخرية وهذا يدل على طيش في عقولهم ويدل على اتباعهم للأهواء ويدل كذلك على سوء أخلاقهم لأنه حتى ولو لم يوافقهم على ما هم عليه من الأدب أن يواجهوا الحوار بالحوار والفكرة بالفكرة لا يواجهها بالسخرية وبالاستهزاء وهذا يدل على فساد في أخلاقهم سنتعرض له إن شاء الله في الآيات القادمة إن شاء الله أما يعني في هذا المقطع الذي بيانه الشيخ مارك جزاه الله تعالى خيرا في قوله عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنِ شوف في هذا المقطع ثم سيأتي الحديث بعد ذلك عن عيسى عليه السلام هذا المقطعين جاء بعد قول الله سبحانه وتعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ربنا لم يجعل أحدا عُبِد من دونه سبحانه وتعالى لكن هناك من ادعى أنه إله وهذا فرعون فإذا هنا محل الربط هذا الذي ادعى أنه إلها انظروا إلى مصيره كيف فعل الله سبحانه وتعالى به لأن قصة موسى عليه السلام كما قال شيخ موسى كبيرة طويلة وعريضة في القرآن الكريم فيها جزء قبل بعثته وجزء بعد بعثته والذي بعد بعثته قسم إلى جزئين الجزء الأول قصته مع فرعون والملأ ثم قصته مع بني إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل وكيف نكث العهد بعد ذلك فهنا جاءت مقتضبة تتحدث فقط عن فرعون لهذا قال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل كافة وكانوا خدما عند فرعون وملأه فلهذا يعني همشوا هنا في الحديث لأن الكلام مركز على القادة فرعون لو آمن لو قدر له أن آمن لاتبعته بني إسرائيل والملأ كذلك فهنا قوله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ لا يقتضي التخصيص أنهم هم فقط وإنما كذلك بعث موسى إلى بني إسرائيل وإنما جاء الحديث عن فرعون في هذا المقام بياناً لمن ادعى الألوهية كيف كان مصره بعد ذلك وسيأتي الحديث عن عيسى عليه السلام وهو لم يدعي الألوهية ولكنه عبد من دون الله تخذ إلهاً بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى فآياتنا هنا في المقطع الأول هذا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مقصود بها زوج آيات فقط مشكل الآيات التي بعث بها الآيات الأخرى سيأتي الحديث عنها بعد ذلك هنا بعث موسى أولاً بآية العصى واليد العصى يتحول إلى ثوبان ثم اليد تخرج بيضاء بعد أن يخرجها موسى من غير أذى يدخل يده في قلوب زيرية في البرنستاع في جناحك هكذا يعني يدخلها في البرنستاع ويخرجها تولي الضوي تشعر يردها ترجع سالمة كما كانت هذه آية مادية محسوسة وعلى شئ آية مادية محسوسة لأنه كان منتشر عنهم السحر فجاءهم ربنا عز وجل بما يعجزهم فيما هم متفوقون فيه وفيما يقدرون به الناس لهذا ما سيأتي بعد ذلك وقالوا يا أيها الساحر أنهم لم يكنوا يريدون أن ينقصوا من قدر موسى هنا في هذا المقام وإنما كان الساحر عندهم هو العالم فإذن ربنا عز وجل ذكر موقف فرعون وموسى في هذه القضية من باب الحديث عن مصير من يدعي الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى شكرا شيخ يحيى المقطع الثاني قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون شيخ يحيى تكاذ هذه الآية من جلالها ووضوحها تنسيهم الآية التي قبلها نعم جزاك الله تعالى خيرا شوف هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يعجل العقوبة للعصات حتى الكفار يستهزئون بالرسل يعني هم قد حق عليهم العذاب أول ما سخروا بموسى عليه السلام لكن الله سبحانه وتعالى رحيم أمهالهم وأرسل إليهم آيات أخرى الفروض الآية الأولى تكفي آية العصى خاصة أنهم كانوا يؤمنون بالسحر والسحر والسحر الذين تحدوا موسى نحن الآن ندخل الآن في فصل آخر يعني الآن الآيات المقطع هذا موجز كما ذكر الشيخ مالك رأي صلاة أحداث وأحداث رأي تحدى فرعون تحدى موسى عليه السلام جبل السحر والسحر هزموا أمام موسى عليه السلام وآمنوا بموسى عليه السلام وثبتوا على إيمانهم رغم أن فرعون هددهم بالقتل وفعلا قتلوا وإن شاء الله تعالى هم شهداء وهذا يعني أغرب الخلق يعني في لحظة كانوا يحاربون الله ورسوله فإذا بهم في لحظة يموتون في ذات الموقع والمشهد ينتقلون إلى ربهم شهداء إن شاء الله تعالى فربنا عز وجل رغم إعراضهم زد أمهلهم وأرسل إليهم بآيات أخرى تسع آيات في المجموعة هزوج آيات زي سبعة أخرى من هذه الآيات الطفان والجراد والضفادع والقمن والدم وأخذهم بالسنين أصابتهم المجاعة فإذا صلت الله تعالى عليهم عذابا وهو المقصود هنا بالآية وما نريهم من آية لآيات الأولى مش آية عذاب لكن هذه آيات عذاب لعلهم يرجعون كما قال ربنا عز وجل وهنا لعلهم ليس للرجاء للترجي وإن مكة يرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى العبد اللي ما يحبش يستقيم بالهدواء رب العالمين يسلط عليه بالية لعله يفطن ينتبه يعني البالية أحيانا جيدة شيخ يحر فعلا مدى ما تتكفل ويرجعك إلى إلى الطريق الإنسان اللي ما ينتبهش بالنصيحة أو بالإشارات ربنا عز وجل يسلط عليه عقوبات ابتلاءات لهذا الإنسان حتى إحنا في حياتنا باش نستفادوا دروس لما يصيبه مكروه في حياته أول حاجة يدير هي استغفر لابد أن يستغفر لأن هذا المكروه ربما أصابه بمعصية وقع فيها ثم يراجع نفسه لعله أخطع في حق إنسان ولم ينتبه حتى يستقيم إن شاء الله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها فيها قولان الشيخ عماد الأولى أن كل آية جي أعظم من الآية لسبقتها وبعضهم قال يعني معنا مقبول كل آية هي عظيمة في نفسها إلى درجة أنها تنسيك في أخواتها اللي تشوفها تقول هذه ما كاش قدها تشوف يعني يا ربي صلط عليهم الدم شيء عظيم يعني وين يروحوا يلقوا الدم يتلب الماء يلقى الدم صلط عليهم جرى شيء عظيم فكل آية كانت عظيمة في نفسها تنسي في أختها أو في أخواتها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عاهد عندك لما يتصلط عليهم العذاب ماذا يفعلون الشيخ عماد يلجأون إلى موسى عليه السلام تشوف هنا يعني تشوف المكر وتشوف الخداع تشوف النفاق فلما يشتد عليهم الحال يلجأون إلى موسى يعرفون بأن موسى له مكان عند ربه ولهذا نشوفوا الكلمة الدقيقة ادعو لنا ربك هما مازال مستعرفين به هذا السؤدب أيضا مع الله سبحانه وتعالى هو سؤدب مع الله وهذا يدل على أنهم مش مستعرفين به بأنه ربا لهم مازال هو رب موسى فقط حتى في العنهار آمن قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل إلى الذي آمنت به بني إسرائيل الذي آمنت به بني إسرائيل وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عاهد عندك وما حبوش يستعرفوا بالنبوة يجيبوا كلمة تضليلية عاهدة عندك ما ركش نبي لكن عندك سر عند ربك عندك حاجة مع ربك إذن هم يعتقدون بأن رب موسى قادر أن يرفع عنهم هذا البلاء فيعيدونه إن كشفت عنا هذا يعني إذا ادفعت عنا هذا السوء وهذا العذاب سوف نهتدي ونؤمن ونرسل معك بني إسرائيل فيرفع الله تعالى عنهم العذاب لكنهم ينكثون عهدهم فلا يؤمنوا ولا يرسلوا معه بني إسرائيل بني إسرائيل توقع مرة أمرتين وثلث مرات وأربع مرات وخمس مرات وتتابعت وربنا حليب يصبر عليهم وفي كل مرة يبعثونهم الآيات ويقع منهم الوعد والنكث في كل مرة حتى سنصل بعد ذلك فالما أهسفونها يعني الملحقو أغضب أو بلغ أحل على أنفسهم نقمة الله سبحانه وتعالى فلهذا نقول في بعض العبارات كخلاصة الصادق في طلب الحق تكفيه الآية الواحدة أما صاحب الهواء فإنه لا يؤمن ولو جئته بكل آية فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين أمين شكرا شيخ مالك حسنا من إضافة في هذا السياق نعم بعد أن بينا الله سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى إلى فرعون وملائه وبينا أنه أرسل إليهم الآيات وكان الموقف منها الضحك بينا الله نوعية هذه الآيات وما نريهم من آيات إلا هي أكوان أختيها قبضا لما هذا احتراس من أنه ظن أن هذه الآيات بسيطة وأنهم ربما معذولون أنه قد يأتي إنسان بآيات يعني ليست كبيرة يعني قد يعذلوا المخالف على عدم الاكتراث بها ولكن الشيخ مالك لإصحاب هذا القول ممكن أن يعترض عليهم بأنه يكفي أن تسمى آية فالآية هي في حد ذاتها معجزة وعلامتنا دالة على الحق نعم لكن ربما في حقيقة شيخ حين أنت تتكلم تقول بعد كل هذا العذاب نكاثوا نعم وسيأتي أنه لما قال لهم فرعون صدقوه يعني بعض الناس أمخاخهم أو عقولهم يجب أن يتعامل معها بطريقة تكون مثل طريقة الطفل الصغير ذكر هذا الشيخ إبن العاشر رحمه الله قال يعني حتى لا يبقى أمامهم أي معترضين دائما رصفه و تعالى يبين أن الآيات في حقيقة هي الآيات و هي العلامة و قلنا أنها آيات الله و يكفي أن تكون من الله سبحانه وتعالى لأنه كانت واحدة لكانت كافية لكن الله سبحانه وتعالى و على الأقوال التي ذكرها شيخ حياء وبعضهم قال دائما الجديد له باريخ خلاف القديم يعني الجديد ولو كان ليس بالضرورة مثل القديم لكن مدام جديدا يظهر أكبر و قال بعضهم و قولوا وجه قال أكبر من أختها لأنها تدل على ما دلت عليه و زيادة فهي أكبر من أختها حين ورودها لأنها لما وردت كانت واحدة و من أختها و أخذناهم شو كلمة و أخذناهم شيء حيق لك يعني أخذ بسيطا يعني لم نستأسلهم يعني هذا بلاء ليرجعوا و الرجعوا هنا ليس كقوله تعالى و جعلها كلمة باقية في عقبه لا عليهم يرجعون ثم تك يسترشدون و يستهدون و هنا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى و يقلعون عن معاصيهم و قالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك بمعاهد عندك إننا لمتعدون ذكر العلماء والتوجيه هنا السحر لم يكون ذنمن لكن قال بعضهم هو قول يظهر له وجهة لكن قول قالوا في حقيقة هم قالوا هذا سرا أنه في صوت الأعراف قالوا يا موسى دعو لنا ربك بمعاهد عندك جوابان الجواب الأول أن هذا وقع أكثر من مرة لأن الآيات أكثر من آية يعني مرة نخطبه بموسى و مرة نخطبه بالساحر والجواب الآخر أن هذا أسروه في أنفسهم كما أسروا عدم الرجوع إلى حق فأظهر الله سبحانه وتعالى ما كانوا يسرون في صدورهم لكن الكلام الأظهر أن السحر عندهم بدل أن موسى عليه السلام لما جاء بالآيات بماذا تحده تحده بالسحر والسحر كانت لهم مكانا مرموقة والطالب المقابل و قالوا فرعون إنكم إذن لمن المقربين فقط فيه تعريض أن موسى الذي قال إني رسول رب العالمين هو قال رسول رب العالمين هم قالوا دعو لنا ربك إذن هذا تكذيب للنبي قال لهم إني رسول رب العالمين وهو يقولون رسول ربك وصفوه بالسحر ثم لجأوا إليه عندما ضاقت بهم السبول تذكير وتعريض بقريش لأنهم قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر لكن لما جاءتهم السنين ذاهبوا إليه لو بعد ذلك يعني يتحير الإنسان كيف يكون موقف هؤلاء مع كل مرأوا من الآيات ثم ذاهبوا إلى موسى وموسى دعا الله سبحانه وتعالى إذن لهما كان لربه قدرة مع ذلك نكثوا والنكثوا والنقضوا ولا تكونوا كالتي نقضت أزلها من بعد قوة أنكاثا شكرا شيخ مالك المقطع الثالث قوله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين شكرا لك نجد هنا تعظيم فرعون لنفسه وأيضا نجد انتقاصا وإهانة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك شيخ والغالب أن فرعون كان يعظم نفسه بما فيه تحقير له دون أن يشعر أنه هنا أعجبني أحدهم قال فرعون هنا أصيب كذلك الإنسان الذي كان في منامه ورأى أنه ترد من جبل ثم يستيقظ فيود أن يتحسس جسمه ليتأكد هل كان في رؤيان في واقعه فرعون هنا أرد هل لا نزعه موسى عليه السلام الملك موسى عليه السلام لم يطلب منك قال لك أرسل ما يبني إسرائيل يعني خروج تماما عن الموضوع بطريقة ومشاء الله كان دكتاتوران وكان ما علمت لكم من الغير الآن فرعون ولا محاور وصار هنا الآية الوحيدة في القرآن فيها يا قومي فرعون في العادة الملأ يتكلم مع الملأ لا يتكلم مع الدهماء لكن هنا حتى إن بعضهم قال فرعون نزل شيخ طار بن عشور هنا يا قومي قال بأنها موجهة للملأ قال بأنها موجهة للملأ مقصود بها الملأ قال أمر بالنداء وقام به قوم آخرون لكن قال غيرهم إن فرعون نزل إلى المدن يعني تبسط غير تبسط وكلها مقبول المهم هنا نحن نتصور أن فرعون يصيبه خوف من هذا الموقف موقف أن موسى عليه السلام يدعوا أولا آيات عظيمة ثم أصبهم الضر طلبوا منه أن يكشف الضر عنهم فكشف فلا شك أن هذا موضع يتزلزل فيه إيمان هؤلاء وآمن فيه طائفة منهم قصة الساحرة كما ذكر الشيخ طويت إذن هناك قوم قد أمنوا فهنا أراد أن يضخم نفسه ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر يعني العجيب أنه يتكلم عن ملك مصر وغافل عن ملك سماواته والأرض وإن مقارنة بين الملكين قالك لكن الناس ينظرون إلى الأشياء المحسوسة الظاهرة فلان بين يدي هذا شيء يعظمونه أما الأشياء التي فيها شيء من المعنى يعني الله سبحانه وتعالى غيب سماوات الأرض أن تربط بين ملك هذا يحتاج قلبا مؤمنا الخوارق لا تؤثر في القلب غير المؤمن أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته قيل تجري من تحته على حقيقتها وضع أخاديد إلى قصوره وهي الأفرع التي كانت تخرج من النيل أو تجري من تحته بتصرفه قالوا فيه تعريض أو تخويف من جهة أن يمكن أن أحبس عليكم هذه المياه يعني السقي كان يتم عن طريقة يعني أغير مجرعها ففيه تخويف وهو المتصرف فيها هو المتصرف تحت تصرفه تحت تصرفه يمكن أن أعطيشكم وقال أثى لا تبصيرون وهذه في حقيقة أثى لا تبصيرون كما قلت أقول لك هو كأنه يريد أن يتأكد يريد أن يمتحن إيمان هؤلاء وهذه أثى لا تبصيرون أحيانا لما نقولها للناس بعض الناس إذا قلت له شيء وأردت أن يصدق تقوله أثى لا تبصر كأنك تريد أن تقول إن هذا الأمر ظاهر لا يخفى على صاحب عقل بسيط فكيف خفي عنك فهو حتى لا يبين أنه خفي عنه يقول لك نعم أبصرت يعني هذا إغراء بالتصديق أثى لا تبصيرون ثم بعد أن عظم نفسه كما ذكرت الشيخنا شارع في الإزراء بموسى عليه السلام ولا أدري أيهما المهين هل موسى عليه السلام النبي المكلم أم فرعون هذا الذي لا يؤمن إلا بالمادة أم أنا خير والعاجب قال بعضهم إن فرعون الذي كان يقول أنا رب أراضي أن يقع في المقارنة بينه وبين موسى غاية ما هنالك أن يكون هو المفضل أن المقارنة نفسها الرب لا يقارن بعباده لكن وقبل أن يقارن فقط أن يكون هو الأفضل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فقير ضعيف غير معروف ليس صاحب شرف في ذن إسرائيل ولا يكاد يبين أقوال قول قول أنه لا يكاد يبين لا يكاد يظهر رسالته وحجته قول آخر لا يكاد يبين لا يكاد يفهم الكلام بش نختصر لأنه مسألة فيها كلام طويل الآيات في القرآن وردت أن موسى عليه السلام قال وأخي هارون وأفصح مني لسان وقال في طهاء وحل العقدة من لسان في آخر الآية قال قد أوتيت سؤلك يا موسى والجاحث المعتزل يقول ما كان الله ليجيب بعض سؤال موسى ويترك بعضه أن موسى طالب كل هذه الأدعية قال بعضهم بعض المحقيقين قال أزيلت العقدة لكن الحبسة باقية هذا على القول أنه كان لفيه شيء من الحبسة وفرق من العقدة والحبسة العقدة تحول دون إبلاغ الرسالة لكن الحبسة قد تحول دون فصاحة بعض الحروف لأنه في موسى لما قال أخي هار وأفصح من اللسان لم يبين له أن هذا غير صحيح أو شيء من هذا لكن الذي يجب أن نفهمه أن هنا كان مبلغا غاية ما يكون من البلاء فكان يفرعون قال إن موسى لا يملك شيئا في نفسه ولا له خطابة في لسانه تجعل الناس يتبعونه وقيل إنه أرد أن يعيره بماضيه في الماضي كان لا يكاري وبين وأنا أعرفه وترب عندي ونبي فقط أن قصة الجمرة والتمرة لا أسس له من الصحة لأن الغلام إذا حمل الجمرة فإنها تحرق يده قبل أن تصل إلى فيه ثم قال يعني الآن فاضيلة أخرى مع هذا الفضاء النفسي يحتل أوطيل فلولا ألقي هذا كلم فرعون عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائك المقترنين قال بعضهم قال لك فرعون وهو في ملكه يرى ياد موسى تريد أن تتخطفه ثم ينظر إلى هذه اليد فيجدها خالية من أي فيتفطن إلى إيجابية أخرى يمكن أن يثقل بها موازينه فيقول أين أساورة الذهب التي هي شعار الملوك ظن أن الملكة له شعار الرسالة أيضا له شعار أيكون رسولا ويبخل عليه ربه أن يعطيه بعض الذهب إن لم يعطيه هذا فهل جاء معه الملائكة مقترنين وهذه في الدنيا الآن الرئيس والمسؤول الكبير أمور المادة عنده وأمور الحماية وأمور الأمنية له هال له موكب أو جاء معه الملائكة يمكن أن نشوف الملائكة مقترنين متقاربين متكاثرين يحرصونه حتى لا يصاب بأي أذى حتى نتأكد أنه رسول وهذه كلها معايا المادية لا أسس لهم نصحة في موسى عليه السلام لم يقول إني جئت خاطبا ولا قال إني جئت مالكا ولا صاحب مال إنما قال جئت صاحب رسالة فرعون دار بالموضوع إلى موضوع آخر حتى يكسب بعض الأشياء لكن سنرى أنه لم يكسب شيئا شكرا شيخ مالك شيخ يحيى قال أبو حيان لما وصف فرعون نفسه بالعزة والملك ووازن بينه وبين موسى عليه السلام ووصفه بالضعف وقلة الأعوان اعترض عليه فقال إن كان صادقا فهل لا ملكه وربه وسوره أي جعل عليه أسوره وجعل الملائكة أنصاره وهذا في الحقيقة لفسد القيم عندهم فقيم العظمة وقيم الخيرية كانت عند فرعون هي قيم مادية بحتاء الرجل العظيم وأخير الناس هو الذي يكون له ملكا ويكون له مالا ويظهر ماله وملكه بالحلي التي يلبسها ونسي أن هذه كلها اعتبارة مادية لا قم لها في التفضيل إنما العبرة بالأخلاق العبرة بالقيم ومن حيث الأخلاق فرعون في هذا المقام ذاته بيّن سوء أخلاقه فقد ظهرت كثير من سوء أخلاقه في هذا المقطع بيّن غروره بيّن تكبره بيّن احتقاره للضعفة استخدم الكذب استخدم الخداع فهذا الخطاب الذي ألقاه فرعون لأن فرعون كما قال الشيخ مالك سوارة الآية سوارة النفسية نشيخ يحيار نعم نفسيته ذكرتها نعم كان مضطرب وكان خفان لأن فعلا تتابع الآيات في كل مرة يستجاب دعاء موسى في كل مرة يلجأون إلى موسى ويستجاب دعائه يكذب ما يتبعوش مرة الأولى ما يتبعوش مرة الثانية لكن ثالثة الرابعة الخمسة لابد أن يوقع في نفسهم في نفوسهم أثرا أدنى شيء يشكون في ربوبية فرعون علاش هذا العذاب ما قدرش يدفعه عن فرعون ودفعه أن رب موسى هذه أبسط شيء فكر به فلهذا فعلا فرعون خاف خاف أنهم يميلون إلى موسى عليه السلام ويتبعونه فبادر إلى إلقاء هذا الخطاب كما قال ابن كثير وفرعون إنما أراد الترويج على رعيته بهذا الخطاب المخادع الذي ظهرت فيه يعني فساد قيمه وفساد أخلاقه بل وقع فيه فيما وقع فيه إبليس فقال أم آن خير من هذا الذي وهو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير ادعى الخيرية لنفسه هذه قالها الشيطان إبليس فكانت سبب طرده من الجنة وإخراجه من رحمة الله سبحانه وتعالى فلهذا سنرى في المقطع الآخر كيف يتبين بأن فرعون بهذا الخطاب الترويجي استطاع أن يخدع رعيته بوكتوم الشيخ يحياء ننتقل إلى المقطع الرابع قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الشيخ يحياء لا استخفافه بالعقول نعم استخف قومه على قولين قول أنه وجدهم خفاف العقول يعني لقاهم ساهلين بها يقدر يراوغهم أو يروج عليهم كما قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وربما استخف قومه أي أراد أن يؤثر على عقول قومه لتصير خفيفة يعني ربما عندهم عقول عادية لكن العقل قد يضعف أمام المغريات لهذا فرعون هنا وجدر لوح لهم بزخر في الدنيا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني دلوا حساباتكم إذا كانتم الآن تبعتم موسى لوصفه بالضعف وبالفقر الامتيازات التي تنالونها مني خاصة إذا كان الخطام موجه للملأ ولا يعني من يستفيدون من مزايا فرعون فهذا الملك الذي بين يدي وينالكم منه الشيء الكثير إن أنتم اتبعتم موسى فإنكم ستفقدونه فالمغريات تؤثر على عقل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب أو أغلب لذي لب من كنا فالإنسان قد يكون صاحب عقل لكنه لا يثبت أمام المغريات فكذلك فرعون استخدم زخرة في الدنيا ونحن في صورة الزخرة لوح لهم بهذه الزينة تاعد الدنيا والامتيازات التي يفقدونها بفقدان مناصبهم عند فرعون فاستخف عقوله أي أثر عليها فصارت خفيفة لأن استخفها الألف والسين والتاتو في ذو الطلب فلما تقول استقوى طلب القوة واسترحم طلب الرحمة فاستخف طلب خفة عقولهم أي قصد إلى التأثير على عقولهم وفعلا نجح بهذا الخطاب الإغرائي لهذا قال ربنا عز وجل فأطاعوه مباشرة بعد هذا الخطاب أثر فيهم فرعون كانوا ربما متردين فكروا بأنهم قد يتبعون موسى ويؤمنون بموسى بعد الخطاب تاع فرعون تأثرت عقولهم ورجحوا أهواءهم وذلك لفسق الموجود فيهم قال إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم هنا يعني ليست في مقام تأكيد فهي إذن في مقام التعليل إنهم كانوا قوما فاسقين لوجود كوامن الفسق فيهم يحبون تلك الأهواء التي هم عليها وزخروا في الحياة الدنيا وخشوا على ضياعها فإذا باضروا مباشرة إلى الاستجابة إلى دعوة فرعون بثبات على ما هم عليه من اتباع فرعون وعدم اتباع موسى فلما تكاثر هذا منهم يعني في كل مرة تأتي الآيات يعيدون وينكثون يعيدون وينكثون بلغوا مرحلة استوجبوا فيها نقمة الله عز وجل عليهم وهذا معنى قوله عز وجل فلما آسفون أي أغضبون أوقعوا أنفسهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم أغضبون قال به ابن عباس جمهور السلف ومن هذه الآية قال قاعدة عمر بن عبد العزيز قال فيها وجدت النقمة مع الغفلة أي الغفلة عن الآيات الربانية التي ينبه بها العبد إذا غفل عنها العبد سيصل إلى مرحلة النقمة يعصي وربنا عز وجل لا ينبهه ولا ينتبه ويأتي المعصية الثانية والثالثة ويستمر عليها وفي كل مرة تأتيه الآيات التي ترده إلى التوبة فلا يرجع بعدها تحل النقمة نسأل الله تعالى العافية فلما آسفون انتقمنا منهم أي أخذناهم بالعذاب الذي لا يستطيعون رده فأغرقناهم فكان الغرق الذي فيه نهايتهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا أي جعلناهم سابقين لمن يسير على نهجهم وهذا تهديد لقريش الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا سرتم على نهجهم هم سلف لكم أي ستكون وأنتم ملحقين بهم هم السابقون وأنتم ملاحقون تصيبكم نقمة الله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي وموعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم ومثلا يتناقله الناس وفعلا قد قصة فرعون وجنوده الذين أغرقهم الله عز وجل مثلا يتحدث به الناس إلى يومنا هذا نحن عرفنا القصة منذ أن وردت في القرآن منذ 14 قرن لكن تحدثت بها الناس من قبل منذ عهد موسى عليه السلام إلى يومنا هذا شكرا شيخ يهلاء الشيخ نالك هذه الآيات دلت على أن مصير كل الفراعنة والظلمة والطغاة هو نزول نقمة الله عز وجل بهم نقمة كما بكرنا مذكوة في الصورة بقوة فانتقمنا منهم إنا منهم منتقمون فلما أسفوا ننتقمنا منهم لأنهم وصلوا إلى مرحلة لم تنفع فيها معهم كل المذكرات وقشيري يقول على نحو ما تذكرون الآن يقول تفخر فرعون بالأنهار فأغرق بالماء واحتقر موسى عليه السلام فكان ذهاب ملكه على يده وهكذا دائما الإنسان كلما صغر مخلوقا إذا كان عدوك نملة فلا تنملة هذا الذي قول قتاذ النقل وقال هذه الأجهاء الأنهار وتجري من تحت فأجرها الله من فوقه سبحانه الله فإنسان دائما نعام الله سبحانه وتعالى والخيطة بهذا فيه نوع من العاطفية أعجبني بعضهم قال الطغاة يعملون على رفع الشعور القومي عند الناس ثم يحاول أن يربط نفسه أو أن يجعل نفسه هو الوطن فأي محاولة على الاعتداء عليه أو على ملكه يصورها أنها اعتداء على الوطن لأن فرعون أرد أن يقول هنا إن هذا ملك وهذا استقرار وكذوها موسى عليه السلام يريد أن يخرب هذه الأوضاع وفي حقيقة يريد أن يحمي ملكه لكن ربط بين نفسه وبين المصلحة العامة وفي حقيقة نوع من الاستغباء والعجيب يتعجب الإنسان كيف أنهم رأوا الآيات وكشفا عنهم الضر ثم نكاثوا قال بعضهم أتعجبوا كيف يصدروا خطاب من شخص نحن نقول له شيخي هاقلك فعن كان مضطارب يعني أحيانا أنت تسوق بعض الحجج وأنت أول من يكذبوا نفسه يعني تستغربوا كيف يستدلوا بعض الناس ببعض الأدلة لكن الاستغراب الأكثر أن تنطل يا هذه الأدلة على قوم آخرين لهذا الشيخ مالك قال ربنا إنهم كانوا قوما فاسقين يعني هما مغلبهمش بالحجة صحيح وإنما أغراهم بشيء في نفوسهم كانوا يحبون الدنيا فقادهم منهم يعني النفوس مهيئة نعم استخفى يعني فكرك يقول نفوس مهيئة كان يقول الشيخ الإمام مالك بالنبي المفكر رحمة الله تعالى عليه القابلية لاستعمار هذه القابلية لاستخفاف نعم وبعضهم قال قول يعني يخالف الأذار لكن ذكروا قال لك فاستخفق قومه من الخفة أي ندبهم إلى أن يكونوا خفافا في الأفعال إنهم كانوا قوما فاسقين وبعض الآخر الشيخ يحياء وهذا أيضا ملمحون رائع قال لك هؤلاء لما كانوا قوما فاسقين كانوا يحبون المعاصي ويستلدونها وهم مع فرعون كانوا يعيشون فيها فيأتي موسى عليه السلام ويقول هذه حرام الرشوة حرام الربع حرام أهل الفسق والمعاصي لا يحبون أن يعيشون مع أهل الإصلاح فبمجرد هذه الكلمات مع الإغراء المادي من فرعون أرى عادوا وتقهقروا وأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا وكان حديث موت الفجر آتي أخذت أسف ونحن باش من نطولوش ونقول الغضب كالي قال لك الغضب غير موجود وكالي نعرض أن إحنا نقول الله ليس كلمت له شيء غضب يليق به سبحانه وتعالى لكن الغضب هنا شدة الغضب نكون أربعة مراضية في القرآن هو غضب بالنسبة للبشر مع حنق ومع شدة وهو يليق بجلل الله سبحانه وتعالى وهو يليق بأفعالهم لأنها معجزات برأة معجزات انتقى منهم فأغرقناهم أجمعين لم يستثني منهم أحدا كما لم يستثني الله سبحانه وتعالى من عتات بدر أحدا في إهلاك همون المعلوم فجعلناهم سلفا مثلا الآخرين أو الأول القول الثاني هنا فائدتين سلفا لقوم ومثالين لقوم آخرين حتى أعيسى من المقالة رب إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالا إسرائيل سلفا للطغاة حتى يرتدعوا بما أصاب ما قبلهم ومثالا ومعيضة وذكرى لمن يخاف الله سبحانه وتعالى شكرا شيخ مالك يوم تعلمنا هذا المعنى الجميل القابلية للاستخفاف على شكلة القابلية للاستعماء لملك النبي رحمه الله المقطع الخامس قوله تعالى وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ شيخ مالك ما باله هذا الجدل الذي أثير حول روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هذه الآيات إذا شئنا هي آيات فاصلة أو اعتراض بين قصة موسى عليه السلام وبين قصة عيسى التي ستبدأ في قوله تعالى وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِلْبَيْنَاتِ وهذه الآيات خالصة منها القرآن إلى فوائد شتا ليحتم به تعشيخها قبيلا لقل لك أجعلنا من دوني الرحمن آلهة يعبدون فرعون نصب نفسه إلها وعيسى عليه السلام لم ينصب نفسه لكن جعلوه إلها بعض الأشياء الله سبحانه وتعالى يسوقها للقوم ليستفيدوا كون عيسى عليه السلام قال لك الإيمان بالغيب عند بني إسرائيل صار ضعيفا فيأتيهم الله بهذه المعجزة التي يفترض أن تردهم إلى الصراط لكن استغلوها استغلالا خاطئا فجعلوه إلها عبدوه من دون إله لما ضرب مبنيون لما لم يسمى فاعله قولان قول أول لما ذكرت قصة عيسى عليه السلام وأنه ويد من غير أب يصدون قيل من الصرور الحقيقي قيل من الضجيج يضجون ويرفعون أصواتهم ويعاندون قال بعضهم يعني قريش قالوا محمد عليه السلام مثل بقصة عيسى يريد أن نجعله إلها كما جعل النصارى عيسى إلها هذا قول قول آخر وهو مشهور ذكروا كثير من فسيرين قال لك لما قال رسول الله تعالى بصورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من الله حصب جهنم أنتم لها والدون مشيكين كانوا أهل ضعاف في المناقشة جاء أحد تاب بعد ذلك وصار أسلام بن الززبعري ولا الزبع لتضبط أضباط المختلفة فقال لهم دعوني أكلمه فذهب لرسول الله وقال هذا الذي تقول إنكم وما تعبدون هل هو لنا خاصة أم للأمم عامة قال لكم وللأمم عامة قال خاصمتك وربك عبا عبد عيسى عليه السلام وعبد عزير إن كان هؤلاء في النار لأنكم قلت الحصب جهنم فنحن معهم في النار تحقيق هذا دليل هم يضجون وفي رواية زدحت الملائكة قال ونحن عبدنا الملائكة ونحن عبدنا الملائكة وكان قول آخر عنده علاقة من أكبر إذن وهذا قريشي أنه مضعاف المناقشة فارح بهذا غير الفرح ضجيجا هذا معنى يصدون الكسرة يعني طاروا بها كل ما طير وفي الحقيقة عند التأمل يوجد أن هذا في الحقيقة احتجاج ضعيف جدا لأنه ذكروا عليه أربع عام لأوطيل إنكم وما تعبطون أما غير عاقل أنتم أصنامكم والخطاب لكم لماذا تدخل عيسى عليه السلام أنا لم أقول يعني الآن عيسى عليه السلام ثم الآيات تأشارد بفضل عيسى في صورة الأنبياء نفسها قال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنهم عنهم إذن هذا القول كي قول آخر ذكر عن المشركين قالوا ما دمت عيسى قالت بعد ذلك وقالوا آلهتنا خير أم هو قال بعضهم نحن نعلم أنك تعظم عيسى وعيسى عندك أفضل من آلهتنا وأنت تقول إن عيسى في النار فنحن لا نستغرب موقفك مع آلهتنا التي لا قيمة لها عندك وبعضهم قال وهو قول قوي قال قارنوا بينهم وبين النصارى قال النصارى عبدوا عبدوا مخلوقا هو ابن مرأة ونحن عبدنا مخلوقات هي بنات الله حاشر تعالى اللهم يقولون بدلوا مقدمة باطلة وبنوا عليها نتيجة باطلة فإذا كان الله قال لك ولا شك أن النصارى وكانوا أهل دين لم يعبدوا عيسى إلا بريض الله وأمره فما دام قبيل الله أن يعبدوا ابن مرأة فلا أن يقبل أن نعبد نحن بناته من باب أولى وكله قول باطل وذكر بقال ما ضربوه لك إلا جدل والجدل وأقوى وأقباح أنواع المناقشة كالمنظومة الحوار في القرآن في حوال تسع كلمات هذه أشدها وذلك قال ما ظل قوم إلا أوتوا الجدل وصاحب الجدل يعلم أنه على باطل لكنه يدع أن يلبس لذلك قال القرآن بل هم قومون خاصمون شديدون الخصومة ألد لا يريدون الحق إنما يريدون أن يبطلوا الحق بباطلهم المسعور شكرا 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 هل من إضافتين في هذا السياق؟ نعم جزاك الله تعالى خيرا نبتدئ من ختام هذا المقطع بل هم قوم خاصمون يعني ما جاءوا به فقط ليجادلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لا ينبني عليه شيء لأن هناك فرقا بين من عبد وهو يرضى أن يكون إلها كفرعون فبين الله تعالى مصيره وأنه عاقبه في الدنيا وأغرقه وبين من لا شأن له بظلالاتهم وجاهليتهم أو جهالاتهم عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها ذكر بأنه عبد الله إني عبد الله وعيسى عليه السلام ما رضي أن يعبد فلما رفعه الله واتخذوه إلها بعد أن رفع لا شأن له بما عملوا بعد أن رفع وكذلك الصالحين من قوم نوح الذين جعلت لهم أصنام مذكورين في سورة نوح شيخ ود وسواع ود وسواع هؤلاء كانوا صالحين من قوم نوح فاتخذوهم آلهة جعلوا لهم أصناما وعبدوهم بعد نوح هؤلاء لا شأن لهم وما فعل ذلك أو ما فعله الفاعلون بعدهم فبتالي موضوعهم كما قال الشيخ مالك يعني جدالهم خارج الموضوع هم يتحدثون عن عيسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لم يرضى بأن يكون إلها وما دعا إلى أن يكون إلها وما رضي بذلك عليه السلام وهم فعلوا هذا فهم يحسبون على أعمالهم وفي قولهم وقالوا آلهتنا خير أم هو يعني فيه بعض الأقوال منها بأنهم نعم أراضوا أراضوا نحن أراضون بأن تكون آلهتنا مع عيسى عليه السلام إذا كان عيسى في النار نحن أراضعين لآلهتنا تكون مع عيسى وهذا يدل على سفاهة عقولهم فإذا كانوا في النار فهي نار محرقة والعياذ بالله وعيسى كما بنص الآية التي ذكرها الشيخ مالك فهو يعني لا يمكن أن يكون في النار لأنه من عباد الله الصالحين ومن عباد الله تعالى الذين جعلهم آية كما سيأتي بعد ذلك قناة القرآن الكريم جزائرية الروح عالمية الرسالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رسالة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده قال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواه البخاري قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال لم تذكر امرأة باسمها في القرآن الكريم حاشا مريم ذكرت في أكثر من ثلاثين موضعاً وفي أكثر المواضع التي ذكرت فيها مريم ذكرت بمناسبة ذكر عيسى يقول عيسى بن مريم ولم يذكر نبياً بأبيه ولا أمه وهنا قال وَلَمَّا ظُرِبَ بِبْنُ مَرْيَمْ أي الوحيدة التي حوذفت فيها الصفة والإسم لا المسيح ولا عيسى للدلالة على أنه بمرأة مخلوقة وليس رباً وليس رباً شكراً شيخ مالك المقطع الثالث والأخير قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ عوناً لبني إسرائيل على الإيمان به واتباعه وتجديد النبوة فيهم وتجديد الإيمان بالغيب الذي ضعف فيهم كما أشار شيخ مالك فقد خلقه الله عز وجل على خير العادة المألوفة أن الإنسان يخلق من زوج وزوجه فخلقه من أم بلا زوج ولما استعظموا ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بأن خلق آدم أعظم من ذلك فآدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم هذا كله ليدل على قدرة الذي خلق عيسى عليه السلام وهو الرب الذي لابد أن يعبد هو الخالق فعيسى ما هو إلا عبد إنه إلا عبد أنعمنا عليه إنما المعبود بحق هو رب موسى عفوا رب عيسى الذي خلق عيسى وخلقكم أجمعين إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً أي آية وعبرة تعرفون بها قدرة الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي لو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلككم وجعل ملائكة بدلاً منكم في الأرض قيل يخلفون أن يخلفونكم وقيل يخلفون أيهم يتوالدون فيها ولو نشاءوا يعني المعنى من هذه الآية لأسكن الملائكة الأرض فإسكانهم في السماء لا يدل على أن لهم نصيباً من الألوهية فيعبدون فكونهم في السماء هذا لا يرفعهم إلى مقام أن يكونوا أرباباً أو آلهة يعبدون لو شاء الله عز وجل الملائكة كذلك مخلوقات على كرمها لكنها تبقى مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لو شاء ربنا لجعلها في الأرض لكن جعلها في السماء فكونها في السماء لا يرفعها إلى مقام الربوبية فهي تبقى مخلوقات بل هي في السماء ساجدة لله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وربما هذا فيه كذلك تعريض بفرعون فرعون طلع فوق قصر حسب رحوه بأنه رب من دون الله سبحانه وتعالى فالملائكة في السماء وهي تسجد لله سبحانه وتعالى ولا تدعي الربوبية الله يبارك فيك شيخ مالك كلمة الختام لكم كلمة الختام في هذا المجلس السبعين بعد المائتين هذا هو مجلس مئتين وسبعين ووصلنا فيه إلى هذا الموضع إن شاء الله قصة عيسى عليه السلام من صورة الزخرف القرآن نسيج متميز لما الله سبحانه وتعالى قال لما ذورب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ما عسى أن يكون تناول به هؤلاء ما قام عيسى عليه السلام وفي حقيقة قال بعضهم أرادوا أن يخرجوا أنفسهم من المناقشة أرادوا أن يجعلوها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح والنصارى ويتفرجوهم فالله عز وجل أو القرآن بكر يعني لم يناقشهم لأنه بعضهم قال الحجج القرآن أحيانا لا تكون الردود قوية لأن الحجج الضعيفة بعض الحجج الضعيفة تواتيها بعض الردود وربي أحيانا لا يذكر لما ضرب مذكش حتى من الذي من الذي ضرب هذا المثل احتقره القرآن لكن القرآن أراد أن يبين مكانة عيسى عليه السلام كونه عبدا لم يأمر بذلك إنه إلا عبد وهذا شيء شريف أنعمنا عليه كلمة أنعمنا لها ميزانها نعمة من الله سبحانه وتعالى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل مثلا لأنه من غير ابنين كأن الآية قالت ما ميلاد عيسى من غير ابنين ولا وجود ملايكة في الملايكة من غير ما ميلاكة أكم فهمت أه حتى الجمهور فهمت طبعا ما ميلاد عيسى من غير أب ولا كون ملايكة في الملائي الأعلى بموجب كون هذا إلها ولا كون هؤلاء آلهة كان آية في القرآن تجمعوا الأمرين لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشون إليه جميعا نزيد غير إضافة بادعة فاطن لها بعضهم مضربق الملائكة في السماء بتقدير إليه سبحانه وتعالى ولو شئنا الجرام في الأرض وقال ما قاش ولو شئنا قال ولو نشاء في المضارع للدلالة على أن هذا ممكن حتى في المستقبل لا 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 جعلنا منكم ملائكة في الأرض نزم نستطر على كلمة يخلفون عند علاقة بإني جاعي في الأرض خريفة أنتم الذين تعبدون ملائكة هم في الحقيقة مخلوقات مثلكم طامعوا يوما فيما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من السلطان الخلافة في الأرض قالوا نحن حقوا أتجعل فيها من يفسد فيها يعني أعطاكم الله الخلافة في الأرض الملائكة كانوا يتمنونها يخشى أو يشكوا أن تفقدوا هذه الميزة بما تفعلون وما تعبدون من دون الله أشكرك الشيخ مالك وكذلك الشيخ يحيى شكرا جزيلا أشكرك نحن كذلك الشيخ إمات بركتما على هذه الإضاءات وعلى هذه الحصص الماتعة في هذه السنة المباركة أتعلم الشيخ أنا بركت على هذا التسير السالس للحصة والإضاءات والفوائد الدقيقة كما أشكر أيضا المشاهد الكريم على وفائهم لحصة مجالس القرآن نضرب للمشاهد الكريم موعدا متجددا في السنة القابلة بحول الله تبارك وتعالى مع مجالس القرآن إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمامي به الأرواح تصفو كالغمامي مع القرآن مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمامي به الأرواح تصفو كالغمامي مع القرآن ترجمة نانسي قنقر